هذا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية وأخراجهم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع